شاهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان خليد عبدالغفار توقيع بروتوكولي تعاون بين وزارة الصحة والبنك الأهلي لدعم منظومتي الرعايات المركزة والغسيل الكلوي وذلك في إطار المشاركة المجتمعية بين الكينات والمؤسسات المحلية لدعم الملفات الخدمية وعلى رأسها الملف الصحي ويستهدف البروتوكول الأول دعم منظومة الرعايات المركزة بتشغيل خمس مجمعات للرعاية المركزة كمرحلة أولى بإجمالية 300 سرير أما البروتوكول الثاني يستهدف 59 ألف مريض غسيل كلوي بتكلفة بلغة 12 مليون جنيه